خلينا نشوف الطاقة تبعة برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم افعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الابراج الناجحة جدا بالحياة. اه طلالة نفس الكرتل قبل شوي. اه رح يكون شهر عاطفي بانتياز خلينا نقول. اه ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يشرق لك قلبك او في معجب اه معين لو فترة عم بيحاول معك انت عم تعطيل فرصة هاي الفترة. اه اه ممكن يكون هادا الشخص اصلا قديم ويرجع يقدم لك اه كاس الحب من جديد. فرح تكون اهتماماتك اكتر اشي هاي الفترة في الامور العاطفية او طاقتك رح تكون مركزة على الامور العاطفية. خلينا نشوف ازا بهاي الفترة. شو ممكن الورق يكون نخبيلنا لبرج القوس. ان شاء الله تكون ورق ايجابي. نبرج القوس بستهله. كل الابراج بستهل طبعا. نبرج 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 ولكن رح تاخده في هاي الفترة. خليني اذكر الطاقات قبل ما انسى. في عندنا برج الاسد برج التور برج الحمل. اه ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان. اه في عندك اه هواية طاقات هواية. طاقات اه هواية كتيرة في عندك. اكتر اشي. وفي ترابية في مائية. فهذا بشكل عام. اه القراءة ممكن تكون عكسية حبايدي اذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم. يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك. فعادي جدا. اه هاي مو قراءة خاصة قراءة عامة. شايفتلك امنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية. وهذا الشخص ما كان قد السقة. هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك. لا ما كان قد السقة. مش لهالدرجة انه غدر فيك. يعني ما بتوقع انه غدر. ولكن ما كان قد هاي الطموحات اللي انت كنت بانيها عليه. شايفك من بعد ما اعطيته كتير اهمية وكتير كزا. شايفك لا اخدت خطوة لورا بعد هيك. او عم تاخد خطوة لورا عم بتراقب الامور من بعيد. وهذا اشي كتير عقلاني اشي كتير ممتاز. عم بتقيم الامور بعيدا عن القلب والعواطف. عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض. عم بشوف احيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل حسد. عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس. انت بتراقبه والله هو براقبك. في شخص ممكن يكون في العمل او في العاطفة انت بتراقبه هو براقبك. انت بتهتم لشأنه هو بيهتم لشأنك. في مراقبة ما بين المواضيع. في محكمة معينة رح تكون النتيجة فيها لصالحك انت اكتر. شايفك في عندك كارمة او في عندك انتصار من بعد معركة مع هذا الشخص. هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفة. شايفيت لك انه رح يكون في رجوع لحق. الرجوع حق للك. من بعد هاي المقاصمة او من بعد ما اتاخد في حق منك. في عندك كمان غير موضوع الكارمة. في عندك او رزقة معينة جاية من من شغل جديد من مشروع جديد ممكن تكون او ممكن تكون من نفس العمل اللي انت او فيه. لان شايفيتك عم بتركز شوي كمان على المادة هاي الفترة. عم بتحاول تحوش. عم بتحاول بدك اما تشعر مسكن اما تعمل شي مفيد اكتر. عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل. من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة اكتر من العمل. عم بتشوفك كتير عم بتتوازن بين الامور. بتوازن بينها. شايفيت لك فيه شخصين او ثلاث عم بيقولو لك كلام مش مزبوط. عم بيحكو لك شغلات مش مزبوطة او هم عم بيحسدوك يمكن او عم بيحكو عليك كمان بشكل مش مزبوط. ممكن يكونوا من ابراج اه هوائية او ترابية. فكون حذر من هدول اه الاشخاص كمان هذا الكرت ممكن اشوفه انا اه عاطفي خاصة انه هادا اجي فوقو في شخص اه بيرأبك في شخص بيحبك اه كتير اه ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع. ولكن قريبا رح يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول او العواطف اللي كنت استناها منه. ولكن وقتها رح تكون انت شوي مسكر قلبك شوي شوي يمكن ترفض هذا الموضوع انا حاسة. فمش عارفة حاسيتك مش مرتاح لهذا الشخص او لرجوع هذا الشخص او لوجوده حتى في حياتك. خلينا نفتح كمان عالعاطفة. شفت كمان بالورق في اه سفر في سفرات مش سفر لبرج القاوس. وفي نجاح على الصعيد العملي الدراسة اكتر اشي. في نتائج حلوة بالدراسة لبرج العقرب لبرج القاوس اسفل. في اول فترة ممكن تكون شوي حزين ممكن شوي تكون آآ شهر عاطفي بامتياز. شو شو طلع لك؟ يعني احلى من هيك ورا ما بتوقع انه يجي. عم بيكون في اكتر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوة بينك وبين الشريك في امور ما كنت اعرفه هو رح يصار حك فيها. مش انه كان يخفيها ولكن كان مستحي يمكن يحكي لك اياها او كزا ما. بس الشمس رح رح تشرق على علاقتكم شايفيتك منتصر في هذا الموضوع وكأنه مش انت اللي رح تعمل الاكشنز مش انت اللي رح تشتغل من بعد ما شتغلت كتير على هاي العلاقة خلاص تعبت ووقفت. فشايفي انه الطرف التاني هو اللي رح يشتغل على الموضوع اكتر. شايفي فيه طرف تالت عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه الموضوع والسعادة اللي بناتكم. فشايفيتك ببداية الفترة شوي كنت مكتئب ولكن على مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرنا هاي الفترة عم تتحسن الامور النفسية. عم بتحس انك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين ايديك وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بالشاكرات او مشكلة يعني طاقة سلبية ممكن انت تكون مش حاس عليها او مش عارف انه عندك طاقة سلبية يعني تشيك اه تستشفي ازا كان موجود هذا الموضوع اه عم بشوفك ازا منتصر في العلاقة العاطفية. وفي بداية جديدة للعزاب. بداية حلوة ممكن تكون من شخص اه برجه ترابي او ناري. شخص عم بيقرب شوي شوي منكم. فحلو انه تعطوه فرصة هاي الفترة. شوف العقل الباطن للكم شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو. اكتر شي محور تفكيركم او الامور اللي شغل بالكم. اه اكتر شي الموضوع العاطفي شايفي انه رح يصير فيه مثل تلاحم بينك وبين هذا الشخص في هاي الفترة. اه عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له اياها. هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك اياها. فعم بشوف تقارب. عم بشوف اصلاح للموضوع. متل تطور. فشي كتير عم بشوفه حلو. هو عم بيحاول يتقيم تلكك من بعد ما خسك او من بعد ما خاف انه يخسرك. فكرت حلو. شوف ازا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة. اه. صي ما قلت لك في عندك طاقات سلبية انت محتاج انه تنظفها بحالك. اه ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف اي شي بس اه شايفتك عم عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاول وعم هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة اه ايجابية. فهذا التحذير كان اه بالنسبة لالرب. نشوف شو ممكن يعطينا مصيحة او شارة او اي شي. او 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 شو شايفتك عم تدخل اه الروحانيات اكتر عم بتطبق قانون الجذب يمكن عم تتعلم اه بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون او بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون كيف بتكون القانون الجذب كيف الطاقة الكونية بتشتغل اه فعم بشوفك بتفوت في هاي الامور الروحانية كتير كتير كتير. يا برج القوس. وهاي بالفعل رح يعني انت بحاجتها بالفعل هاي الامور فانا بشجعك على هذا الموضوع طبعا. والورق بشجعك. رح تبلش دورة جديدة دورة كلاياتها خلينا نقول حيوية اه اخبار حلوة سايكل حلوة رح تنتهي يمكن من فترة الاكتئاب او او اللي اجوق ورا بعض ورا بعض كلاياتهم. اه فبداية حلوة عم بقولك في كتير بداية اما مع شخص معين او بشكل عام بداية اه جديدة في حياتك. كرت كتير حلو. اه بقولك في احلام او شغلات او امنيات انت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفترة. بس المطلوب منك اللي هي الطاقة الايجابية والتفاؤل وعدم السوداوية عدم التشاؤم اه يعني من هذا. شكرا